نشوارنا اليوم على حي حطين بمخيم عين الحلوي لنزور الحجة أم أحمد شبايطة بس نيالي اللي رايحة قرية حطين بفلسطين حطين كانت واحدة من أكبر القرى المهجرة في منطقة طبرية من هناك رح نحكي مع الحجة رسمية شبايطة أم أحمد من القدس إلى حطين شو بتخبرين عن حطين قرية خير وخماير فيها وبعدين جدي كان مختار البلد وعنده رزق جميع الفواكه عندنا بالحواكير عندنا حكورتين أنا يعني واعية وبعدين طريق المقبرة بتعتنا هالحطين تمر من الأسطل وبتفوتي على المقبرة ومن هناك بتكفي على لوبيا قديش مشتعل حطين؟ كتير كتير أنا بتمنى أني أموت بحطين بتصدقه ما بتروح من بادئ أبداً فلسطين مرحبا مرحبتين أهلين حجم أحمد أنت من وين بفلسطين؟ أنا من حطين حطوا هناك حطينا من حطين أنا حجم أنا حالياً بحطين شايف الجامع معي؟ هاي قبة الجامع وهون دار خالي دار خالي كانوا على يمين الجامع؟ أه كانوا حد الجامع وهن كانوا حرص على الجامع أصلاً من دار إيش خواليك؟ دار عباس إنها حواكير حد دار خالي حد الأسطل نحن هاي هون في حواكير اللي هي عند الجامع حجم أحمد فيها حكورة لدار جدي وحكورة لدار خالي وفيها تفاحة على النهر على نهر الأسطل تفاحة حب صغير خد أحمر وخد أبيض التفاحة كنا نحوث منها يا باي ما اشترك شايف ما اشترها؟ ما شاء الله عنها يا ريان يعني الحج أم أحمد بتذكر زيك إنا هلأ قاعد معانا في حطين حبيبي يريتني أنا معك حكوا إنه المدرسة كانت قريبة على الجامع كانت المدرسة بقلب الجامع من هون كانوا الولاد الصغار يدرسن محمد الشيخ بقولوله محمد الشيخ تذكر هاي الحارة؟ هاي الحارة الفوقة مين كان ساكن فيها؟ دار أبو سوهد اسمه عبدالله الفعور وكان عنده دكانة ودار أبو يوسف خشفة شو حاستي؟ شو حاستي؟ حاستي كأنني في فلسطين بلدنا بلدنا شايف أراضي بلدنا ايش كنتوا تزرعوا بحطين؟ نزرع بطيخ نزرع شمام نزرع خيار نزرع بنادور بامية كوسة كل شيء كل شيء بعدين كل شيء يطلع من الأرض شوفت الفرفحينة الكذبرة الفطر أرضنا مرشومة عكوب أبو أنت صغيرة عمرك أنت يعني حوشت لقط عكوب ولا لا؟ أروح مع أمي أقول لي هاتي أحمل السلة عنك تقول لي لك يما صغيرة ملال السلة شو بدك تحملها عني؟ بدقك الشوك طيب كتير العكوب إذا عندك تبعت لها الأدة تبعت لنا يا تطبخية عندك في عين الحلوة وتبعت ترجع لنا يا عفلسطيني ندوقه هيك من نكون هزمنا الاحتلال وهزمنا الحدود أه؟ بالعكوب 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 المهم قلت لي أنك روحتي على تبريا وأنت صغيرة أه رحت رحت مع ستة وقلت لها أنت حطيني عند دار خالي وأنت روحي بيع البيض رحت مع ستة ماشي أنا عوية من مصغرة مالله عديد حكي له إيش سار معاكي بي تبريا كانت هنا تلالي دمة لهون أخذوني عند حكيم قال بدها تشاء أخذوني على بحيرة الطبرية غطسوني مرتين ثلاثة يعني وتسبح هيك بالبحيرة بتجنن بتجنن كم يوم إلا فجرت من هون وطابت طب إذا أنا نبعت لك إشي من هون بنحطين إيش نبعت لك؟ ما أنا عارفش بدي حط طراب أكمس رحتها هذا الطراب إيش رح تعملي فيه؟ تظل مخزن عندي لكن ترجع إلى فلسطين ترجع لنا إياه على الجامع؟ إن شاء الله يا رب موسيقى 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 موسيقى